الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ليلة العيد نعمل فيها إيه؟ وحكم إحياء ليلة العيد والحقيقة إن ليالي العيد بيكون لها مصطلح عند شبابنا ربنا يبارك فيهم ويعفظهم أو عند يعني مش كل الشباب لكن عند كتير من الشباب إنها ليلة يعني بيبقى خلاص يعني عايز يصهر ديلة العيد فممكن يصهر لحد الصبح وربما يأخذ شيئا من المحرمات ويتناول شيء من المسكرات بحجة أنها ليلة العيد فيعود يشرب مع أصحابه يعجل على ليلة العيد وهم ليلتين بس في السنة عم الشيخ والكلام من ده والحقيقة إن ده أمر محرم لا يجوز للإنسان فعله في أي وقت من الأوقات ولا في أي ليلة من الليالي فإجلس مع أصحابك وتسامر معهم وتحدث معهم ويعني أكلوا واشربوا ما لز لكم وطاب طالما كان حلالا مباحا طيبا أما الدخول في مخدرات أو في محرمات أو في مسكرات هذا أمر محرم لا يبيحه ليلة العيد ولا يبيحه أي ليلة أو أي يوم من الأيام مهما كان هذا اليوم وأنا عايز أقول لشبابنا ربنا يبارك فيهم وقول لكل حد بيعمل كده الأصل أن العيد دوت يوم فرحة ويوم نعمة من نعم الله علينا ويوم ربنا قال كده كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير ومن لما تأتينا نعمة ولما تأتينا فرحة يبقى الواجب علينا أن احنا نشكر النعمة وأن احنا نتقرب إلى الله عز جل بما يجب علينا في حق هذه النعمة فالواجب على الإنسان أو ما ينبغي على الإنسان التمر هذه الليلة عليه في أمر محرم إن استطعت أن تكون في هذه الليلة ممن يقوم فيها لله وممن يكسر فيها العمل الصالح فهنيئا لك لمطلق فضل العمل الصالح في كل الأوقات سيما في الأوقات الفاضلة وقد ورد وإن كان بعض المحدثين ضاعفون هذه الأحاديث كثير من الأحاديث في فضل قيام ليلتي العيد من قام ليلة العيد لم يمت له قلبه يوم تموت القلوب كثير من هذه الرواد ونحن نقول وحتى وإن لم نقل بهذه الأحاديث فلا شك أن العبادة لها فضلها ولا شك أن الطاعة لها مزيد صوابها في كل الأوقات الفاضلة وفي كل الأوقات فإن استطعت أن تقوم هذه الليلة قدر طاقتك فقم لله جل وعلا وسبح فيها وصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وهلل وافعل فيها كل أمور الخير ما استطعت إلى ذلك سبيل لم تستطع القيام ولم تستطع ذلك فلا تكون هذه الليلة في أمر محرم وفي شرب مخدرات أو مسكرات أو ما إلى ذلك غاية الأمر أن تفعل مباحا فيها حتى وإن لم تستطع أن تفعل فيها شيئا مندوبا أو شيئا محببا ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام وهذه الليلة المباركات بالطاعة واليسر والسعادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة